الله أكبر بين وعيد وتحذير ما تزال لهجة طهران إزاء بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن وجود مقار قوات كردية انفصالية على حدودها تقول أنها لعبت دورا في الاحتجاجات وأعمال الشغب في البلاد اتسعت تحذيرات القوات المسلحة الإيرانية للقواعد الأمريكية الموجودة على أراضي الإقليم بعد أن ادعت واشنطن استهدافها مسيارة إيرانية أثناء تحليقها فوق الأراضي العراقية إذا أقدمت القوات الأمريكية على أي عمل ضد مسياراتنا فإننا سنرد حتما هناك ثلاثة آلاف عنصر خلف جدارنا الحدودي يصنعون القنابل ويدربون العناصر بدعم من أمريكا وسائر الأعداء ولابد من إنهاء هذا الملف لم يختلف كلام الدبلوماسية الإيرانية للضيف العراقي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الذي يزور طهران لمناقشة هذا الملف عبداللهيان في الوقت الذي يؤكد فيه أن بلاده تريد عراقا مستقلا أمنا يشدد على أنها لا تقبل وجود مجموعات مسلحة معارضة للنظام الإيراني تهدد أمنها القومي على أراضي أقليم كردستان رد الأعرجي حسب الخارجية الإيرانية بأن بلاده تعد أمن إيران من أمنها معلومات مؤكدة تشير إلى تعاون بين الموساد وهذه المجموعات المسلحة بالإضافة إلى زعزعة أمن إيران تسعى لاستهداف العلاقة الإيرانية العراقية تخير طهران بغداد بين نزع أسلحة المجموعات المعارضة وتحويلها إلى منظمات مدنية أو إنهاء وجودها في إقليم كردستان ودون ذلك فأن عمليات الاستهداف ستظل خيارا وحيدا للقوات الإيرانية تقول طهران إنها تريد علاقات متينة مع جارها الشرقي لكن أمنها القومي خط أحمر أمن تقدر بغداد أهميته لكنها تعد التصعيد العسكرية الإيرانية انتهاكا لسيادتها وبين هذا وذاك يظل الملف مفتوحا بين تحذير إيرانيا ووعود عراقية ياسر مسعود العربي طهران